بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين لغزلة ديالي مرحبا بكم معي في فيديو جديد الوصفة دياليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة عن حريشات العشر دقائق بدون بيد ولا زبدة ولا حليب ولا دقيق أبيض اقتصاديين سهلين كيجيوم شققين لدادين وناجحين من أول تجربة بقوا معي الآخر الفيديو باش نتعرف على المقادير والطريقة وفرجة ممتعة إن شاء الله بسم الله بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجوا عندي نصف كأس من سكر ساندة ربع كأس من الزيت النباتية كأس إلا ربع من الماء عندي هنا القشر ديال الحامض محكوك وتقدروا تعودوه بالقشر ديال بورتقال أو الفانيلا خاميرات الحلويات 8 جرام اللي في المغري بيستعملوا كيس ديال 8 جرام أنا غاستعمل النصف ديال هاد الكيس هادا علبة ديال الياغورت بالنكهة ديال الفانيلا أنا استعملت ياغورت طبيعي بدون نكهة وعندي كذلك رشة ملح وواحد الكيمية ديال السميدة الرقيقة اللي كانستعملوا في تحضير الحرشة والبغرير وغادي تشوفوا معي في الفيديو الكيمية مضبوطة إن شاء الله وحاولوا أخواتي بالنسبة للسميدة تستعملوا السميدة اللي صفراء كتعطي نتيجة أحسن وأرواح ندوزوا الآن لطريقة بسم الله في واحد اللي إنا وضعت السكر وغادي نضيف عليه القشر ديال الحامض وكيف سبقوا قلت ممكن تعودوه بالقشر ديال بورتوقال محكوك أولا بواحد الكيس ديال السكر فانيلا هنا غادي نخلطهم مزيان البنات هاد العملية منين كنخلطوا القشر ديال الحامض مع السكر سانيدة كتخلي ديال الحامض يطلق ديال ريحة دياله يعني مجهدة وكتكون مركزة أكتر غادي نخلطهم مزيان مع بعض ديتهم كيف ما كتشوفوا بواحد سباتيول كنحاول بحلة كنحك بها يعني في القعر ديال الإناء باش ديال الحامض كيتخلط مزيان مع السكر ضفت واحد رشيشة ديال الملح لتصحيح الضوق غادي نخلطهم مع بعض وغادي نضيف هنا يا الكيمية ديال السميدة البنات أنا درت جوش كؤوس ونصف كل كأس ديال السميدة كيوزن ميا وخمس وعشرين جرام جوش كؤوس ونصف صافي البنات مهم استعملوا اي كأس ديال العنباء او اي كأس ديال الشاي المغربي الاساسية البنات هو استعملوا نفس الكأس في جميع المكونات ان شاء الله ضفت خميرة الحلويات او باكين بودر تمانية جرام وكان خلط هنا بواحد سباتيول نواشيف مع بعضهم وبعد غادي نضيف ربوع كأس ديال الزيت النباتية هاد ربوع كأس اخواتي راه كافي جدا باش يخلط لينا هاد الحريشات كيف كتشوفو هنا كان حاول نبس بس مزيان هادك سميدة مع النواشيف كان نبس بسها بديك ربوع كأس ديال الزيت العملية سهلة كنحاول غير نحك ديك سميدة غير برؤوس الأصابع ديالي باش نلبسها كلها كل الحبيبات ديال السميدة كلها خاص هات تلبس بس زيت وهاد العملية هكا منين كتهزو شوية ديال السميدة وكتكيو عليها هكا في الدكوم كتجمعها في الدكوم كتجمع هاد الدليل على ان السميدة ديالنا تبس بسات مزيان ضفت العلبة ديال الياغورد كيف ما سبقه قولت انا استعملت الياغورد طبيعي حيتاش غن استعمل القشر ديال الحامض في النكهة اللي بغت استعمل دانون ديال الفانيلا تعود الحامض بكيس ديال السكر فانيلا خلط شوية وضفت عليه كأس الى روبع ديال الماء وبالنسبة للماء راه ماء عادي ماشي دافي وماشي سخون فقط من الصنبور بها غادي نشمع هاد النواشي في هادو راه الكيمية مضبوطة جدا وكيف كتشوفو هنا اراني ما كان دلكش وما كان علكش دائما الحريشات البنات كيبغيو نخدموهم فقط برؤوس الاصابع ونجمعو الخاليط غير برؤوس الاصابع غحت تحصلت على هاد الخاليط هادا اللي رخو ومرخوف اغطيتو بواحد الطبيصل وغادي نخليه واحد خمسة ستة دقايق حتي يتشرب ونولي يعني قادرة نتحكم فيه سافي بعد مداز هاد المده البنات هانتوما كتشوفو القوام ديال الخاليط في اللول كان رخوه بزاف هنا يها هو دا تشرب الخاليط وغادي نقدر يعني نتحكم فيه بكل سهولة خليتو على جنب وخليتو طبيصل ووضعت فيه القليل من السميدة رقيقة تقدرو انتوما تستعملوا السميدة الغليضة كيفما ممكن تعودوها بالكوك وغادي نضيف لها شوية ديال السكر سانيدة وغادي نخلط هاد العناصر معا بعد هاد السكر سانيدة البنات كيعطيها واحد تحميرة في الوجه وواحد قرمشة رائعة جدا ممكن استغناء على السكر وعلى السميدة وتعودوها بالكوك فكيبقى لكم الاختيار وهكذا كتتحصلوا على واحد طعم او واحد نكهة اخرى في الحريشات ديالكم وغادي ندوز معاكم دابا باش نشكل هاد الحريشات البنات بديت كناخد كيمية من العجين او من الخالط كتبقى على حساب الاختيار ديالكم وكنحاول نشكلها هكذا اكويرات راني ما خليتش الخالط نشوف بزاف فقط غير الشهد اللي تبدو تتحكمو في الخالط فقط ما تخلي واش نشوف بزاف باش ميجيو كومش الحريشات ديالكم مناشفين وقاسحين هانتم ما كتشوفوا البنات راه العجين ما زال رطب فيدي ولكن رغم ذلك كيتشكل بكل سهولة سافي كناخد كيمية من العجين وكنشكلها لشكل كويرات كيف ما كتشوفوا معايا هنا دوك القشور ديال الحامض كيبانو في الخالط بالنسبة للحجم انتم اللي بغيتو ديروهم كبار او الصغار او الحجم متوسط لكم الاختيار شكلت واحد الكيمية من الكويرات حطيتهم في الطبيس اللي فيه سميدة مخلطة بسوكا سانيدة وكنحاول نفندهم كنرش عليهم غير فيدي باش ما يهزوليش بساف من الفوق ومن التحت وكنننفض دائما ديك الفائدة ديال السميد يلا خليتوا عليها السميد بسافة البنات بعد ما كتطيب الحريشات ديالكم كيجي الشكل ديالهم ماشي زوين سافي هكدا خليت واحد طوافرشتها بورق الطبخ وكنستفيها هاد الوحدات متباعدين ضروري تراعيوا لهاد المسألة هدي تخليوا فراغ ما بين كل حريشة وحريشة كيف ما قتعرفوا فاش كيدخلوا الفرار راه كيدضاعف الحجم ديالهم وكي يكبر الحجم ديالهم وهكدا ما غادش يتلصقوا لكم بالنسبة للفران راه كان عندي مشعل من قبل فاش كنت كنشكل الحريشات ديالي يعني ضروري فران سخون من قبل دخلت الطاوى للجهة الفوقانية بحيث النار تكون فوق الوجه ديال الحريشات حتي تشققوا كيف ماشتوا معايا في هات الشكل هدا هنا الوجه ديال الحريشات ما شاء الله تشقق وتفقع عاد هبطهم الجهة التحتانية باش تحمروا من التحت ما تفوتوش فيهم طيابة البنات راه هم خاسهم يبقوا طريين فقط ياخدوا ديكلوين ذهبي ويتشقوا باركة وبالنسبة للفرن كيف ما قتلكم 180 درجة ما تفوتوهاش تقدرو تديروغي 170 درجة بالنسبة للاخوات اللي عندهم الفرن مجهد بزاف او لا كي يخطف 180 درجة انا كنت شعلها من الفوق او من التحت وتحصلت على هاد النتيجة هدي الاكتر من رائعة صافي الحريشات ديالي هدا هو شكي النهائي ديال هم البنات كي يجيوا اكتر من رائعين اقتصاديين فقط بالماء ولكن نتيجة ولا ارواع بدون بيض ولا حليب وبدون دقيق ابيض جربوهم على حسابي اردوا لي انا متأكدة غادي واليوم معتمدين عندكم وبطبيعة الحال ضروري ما نقطع لكم وحيدة باش تشوفوهم كيف كي يجيوا من الداخل هدا هو الضور ديال ديك الزيت اللي بسبسنا به سميدة البنات فاش كي تطيبوا الحريشات كي يجيوا من الداخل خفاف ومرملين هشاشة البنات انا متأكدة هاد نتيجة غادي تعجبكم غير جربوهم و الى هنا اخواتي غادي انكن وصلت معاكم لنهاية الفيديو انقلكم بسلامة وفيديو اخر باذن الله تعالى اشتركوا في القناة